هاته شاليهات مشكلة من بقايا حطب وقصدير مسرط تعود لشركة إيطالية تكفلت بإنجاز سدلق نترا بيوم الطوب في سبعينيات القرن الماضي ما زالت إلى اليوم تحتضن 24 عائلة أجبرتها الظروف القاسية في تسعينيات أواخر الألفية على اتخاذها ملجأ مؤقتا لها هاته شاليهات شاليهات سدلق نترا حطوهم طلين في 75 وخدموا من قبل 75 خدموا في براج دسخلاف ديجاجابوهم مقدمنا نحن موزمينة هذيك مس الدواج خلاص ورشيل دخل كوفي الديارة ما قيطون تشوف الديارة قيطون عشرون عاما كاملة وهؤلاء الناس يصارعون الأمراض القاتلة والفتاكة بسبب انتشار مادة العميونت السامة ويقتسمون هذه الشاليهات المهترئة مع جيوش من الفئران وقطعان من الزواحف وخلنا هنا في الميزير وكل حاجة أشوفه السجورات علينا الأخماجيات الناس كل مرطة اللي هنا والديار هذي انتعلي يضروا ليك كان حتى يكلها فارح هنا راح يدوي بإمكان الزائر لهذا المكان يتحسس البؤس والمعاناة والحرمان في أوجهياته البراءة ولكن السلطات ربما عذيمة الإحساس بالناس المرضى يكل مريضة يأمل هؤلاء الناس في أن تنتشلهم السلطات من قاعة انتظار الموتهاته بعد أن فتك السرطان بالكثير منهم وتمكنهم على الأقل من سكنات ريفية اشتركوا في القناة